تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية من مشروع تطوير سور مجرى العيون ووجه رئيس الوزراء بالعمل على سرعة البدء في تنفيذ خطط تطوير منطقة السكر والليمون والتي تأتي ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون مشيرا إلى جود الدولة المبزولة لتنفيذ مقططات متكاملة لإعادة أحياء مناطق القهرة التاريخية تحقيقا للاستفادة من هذه المواقع التاريخية المميزة في جذب المزيد من الحركة السياحية ترجمة نانسي قنقر